بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعتبر السدر أو بودرة السدر أي أوراق تمار النبق أوراق السدر تكون مجففة نجففها أو تأخذونها من عند عطار موثوق تضحن على شكل بودرة ناعمة ثم تغربل يجب غربلتها لأن بها أشواك وهذه الأشواك قد تضر بالبشرة لذا ضروري أولا تنقيتها من الشوائب وطحنها ثم تقومون بغربلتها حتى تكون بهذا الشكل فالسدر هو متوفر عند العطارين على شكل أوراق كذلك متوفر مطحون على شكل بودرة كما يمكنكم كذلك طحن أوراق السدر في البيت حتى تتأكدون من خلوها من أي مكون آخر فبدرة السدر والحليب تعتبر من الخلطات الطبيعية المستخدمة للعناية ببشرتنا وصحة بشرتنا لأن هذين المكونين عند مزجهما يحتويان على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر والمعادن الأساسية كالنحاس والمانيزيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد وكذلك نسبة من الفيتامين سي ونسبة عالية جدا من مضادات الالتهابات ومضادات الأكسادة التي تمنع نمو وانتشار الرضور الحرة هذه الخلطة خلطة السدر والحليب تعتبر من الخلطات المناسبة لجميع أنواع البشرة هي خلطة غير مكلفة ولها فوائد كثيرة سوف أذكرها لكم في نهاية الفيديو بحول الله تعالى لكل مهتمة بالنسبة لطريقة عمل هذه الوصفة أولا نأخذ هنا بودرات أو مطحون أوراق السدر فهذا هو السدر نأخذ أوراقه ثم نقوم بطحنها حتى نتحصل على بودرة ناعمة ورطبة إذن على بركة الله نأخذ مقدار ملعقتين صغيرتين بهذا الشكل من مطحون أوراق السدر ثم سنضيف إليها الحليب السائل الكامل الدسم نضيف الحليب تدريجيا ثم ندمج هذه المكونات إلى غاية ما نتحصل على الخليط أو القوام المراد الحصول عليه الوصفة هي ممتازة جدا نخلط جيدا المكونات كما قلت لكم نضيف الحليب تدريجيا إلى غاية ما نتحصل على القوام المراد الحصول عليه نخلط هنا هنا نسيت أن أقول لكم ضروري أن يكون الحليب دافئ يعني ليس الحليب بارد ضروري أن نقوم بتدفئته قليلا ثم نقوم بدمج به هذه الخلطة أي مطحون السدر ممكن هنا استخدام حليب بودرة أي تمزجونه مع الماء ثم تقومون بتدفئته أو الحليب الطازج أو أي حليب يمكن استخدامه في هذه الوصفة من هنا بشرتها تتحسس من الحليب السائل ممكن إضافة بريل الحليب وهو ماء الورد هذا إذا كانت بشرتكم تتحسس من الحليب السائل ممكن استخدام ماء الورد أنا هنا كما تلاحظون استخدمت الحليب لأنه بالفعل رائع جدا نخلط حتى نتحصل على كريم كما هو موضح أو كريمة يسهل تطبيقها على بشرة الوجه الوصفة هنا كما قلت لكم هي ممتازة مع الحليب أحسن من ماء الورد رائعة جدا مع الحليب هنا بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية يمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون الحامض عادة لصاحبات البشرة الدهنية صاحبات البشرة الجافة أنصح بإضافة ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون أو أي زيت يناسب بشرتكم إذن هنا أصبحت لدينا الخلطة جاهزة يعني جاهزة الاستخدام نضع منها دائما على بشرة نظيفة يجب أن تكون البشرة نظيفة يعني أن نقوم بغسلها أولا بماء يكون فاتر أي ماء يكون دافئ لإزالة كل الأوساخ وكذلك لتفتيح المثامات ثم نجفف البشرة ونبدأ بتطبيق هذه الخلطة دائما بداية من الرقبة من الأسفل إلى الأعلى إلى كامل بشرة الوجر يعني ممكن تطبيق هذه الخلطة حتى على المنطقة يعني تحت العينين كما نعلم هي منطقة حساسة فهذه الوصفة صالحة لها تزيل كذلك التجعيد وتزيل الهالات السوداء كما أنها تعمل على شد البشرة وإزالة التجعيد ممكن أن نركز على المناطق التي تكون صمرة كتقريبا أو مثلا منطقة حول الفم فهي تكون منطقة صمرة بعض الشيء لبعض الفتيات لذا هذه الوصفة صالحة جدا بل وممتازة كذلك تزيل حتى الخطوط التي تكون حول العينين وحول الفم وعلى الجبين أيضا كما قلت يوزع هذا الماسك على كامل الرقبة وكذلك على كامل بشرة الوجه أيضا ممكن تطبيقه على بشرة اليدين فهو يزيل التجعيد منها وأيضا يعمل على تفتيح لون اليدين وكذلك القدمين ولكن عند تطبيق هذه الخلطة على البشرة يجب الاسترخاء الثام يعني أن لا نتكلم أو أن لا نضحك حتى تعمل هذه الوصفة المفعول يعني لجب الاسترخاء التام لكي يزيل لنا التجعيد بشكل ممتاز ويشد البشرة نترك هذا الماسك إلى غاية ما يجف تقريبا مدة نصف ساعة ثم بعدها نقوم بشطفه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد وذلك لغلق المسامات كذلك ضروري في الأخير بعد إزالة هذه الوصفة ترطيب البشرة الوصفة لها فوائد كثيرة لبشرة الوجه تعمل على ترطيب البشرة بشكل فعال وتحمي البشرة من الجفاف لأن بها كما رأيتم الحليب السائل الكامل الدسم وهنا أنصح باستخدام حليب كامل الدسم هذه الوصفة كذلك تعمل على شد البشرة تؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في كامل بشرة الوجه تعمل أيضا على قضي مسامات البشرة الواسعة كذلك هذه الوصفة لها مفعول رائع في تنظيف البشرة بعمق لأن السدر به خاصية تنظف البشرة يخلصها أيضا من الأوساخ والذهون المتراكمة كذلك الوصفة يعني بالاستمرار عليها المنتظم تزيل الرؤوس السوداء وتمنح البشرة نظارة وحيوية كذلك نقاء رائع سوف يظهر في بشرتكم ونعومة لأن الوصفة فعالة جدا كذلك في إزالة الكلف سواء كان الكلف العميق أو كلف الحمل أي نوع كلف حتى كلف الجسم ممكن تطبيق هذه الوصفة له ممتاز هذه الوصفة لإزالة الكلف تبدأ ظهور نتائج هذه الوصفة بالنسبة لمن تعاني من الكلف منذ الأسبوع الأول وذلك بالاستمرار يعني تطبقون الوصفة إذا كان لديكم كلف صباحا وكذلك مساء يعني مرتين باليوم حتى تتخلصون من مشكلة الكلف بشكل سريع جدا وكذلك في وقت وجيز جدا هذه الوصفة أيضا لكل من يعاني من حب الشباب أثار حب الشباب فهي تقضي على البكتيريا المسببة لحب الشباب وتعمل على تصفية البشرة الوصفة كذلك تغذي البشرة لمن ترغب يعني فقط بتغذية بشرتها ممكن الاعتماد على هذه الوصفة مرتين في الأسبوع كما أنها تفتح البشرة من البقاء التصبغات الداكنة وآطار حب الشباب لمن يعاني كما قلت من الكلف والتصبغات قوموا بتطبيق هذه الوصفة صباحا ومساءا مرتين في اليوم كما أنها وصفة تنظم إفراز المواد الدهنية في البشرة هذا يعني هي تكون صالحة كذلك حتى لدوات البشرة الدهنية الوصفة تمنحكم تورد طبيعي تلاحظونه منذ أول استخدام لهذه الوصفة هي وصفة كذلك تعالج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس فالوصفة رائعة وسحرية وممتازة جدا فالصدر هو مكون معروف عن مدى فعاليته كذلك في تكتيفي وتطويل الشعر بشكل رائع جدا إذن حبيباتي كانت هذه وصفتنا لليوم سهلة بسيطة جدا لكنها فعالة بل وممتازة فقط طبقوها واستمروا عليها بالخصوص لمن لديه تصبغات وكذلك كلف فهي ممتازة إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة كذلك إذا كان لديكم حبيباتي أي سؤال تريدون أي وصفة معينة لا تترددوا أتركوا لطلباتكم أسئلتكم في التعليقات سوف أجيبكم وألبي طلبكم بكل صرور كذلك لا تنسوا تشجيعي بالضغط على زر لايك لهذا الفيديو هذا لتشجيعي على إعطائكم المزيد من الوصفات والخلطات المجربة والمضمونة إذا كنتم كذلك من الزوار الجدود لقناة وصفات لكم فأهلا وسهلا بكم معنا لا تنسوا الانضمام إلى القناة عبر التغط على زر اشتراك كذلك لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد وإلى اللقاء نلتقي إن شاء الله ففيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم حبيباتي في أمان الله